هذا وتقرر مناقشة مشروع قانون السلطة تنظيم الانتخابات بداية من اليوم الأربعاء فيما تعقد جلسة التصويت مساء غد الخميس وذلك بعد انتهاء رؤساء الكتلة البرلمانية من مدخلاتهم ما يعني في النهاية احتمال استدعاء الهيئة الناخبة قبل الأحد المقبل الموافق للخامس عشر من سبتمبر الجاري واضحة تشترك فيها السلطة التنفيذية والتشريعية لإقرار مشروع قانون السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات كل هذا يعكس رغبة في طي الجانب التشريعي لتمهيد الطريق أمام رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح استدعاء الهيئة الناخبة قبل الأحد المقبل بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أما الثاني فإنه يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخابات هذان النصان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة سيكون التصديق على قانون تأسيس السلطة الإشراف على الانتخابات الأسرع في تاريخ الجزائر المستقلة قياسا لأجال زمنية تقول بتنظيم الرئاسيات في النصف الأول من ديسمبر المقبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها للنتائج الأولية للانتخابات من الواضح أن رئاسة الجمهورية مستعينة باقتراح المؤسسة العسكرية استدعاء الهيئة الناخبة ماضية في مشروع المصاري الرئاسي دون رجعة وفي اعتقادها أن ظروف إلغاء رئاسية أفريل ثم جوليا قد زالت